أهلاً بك اليوم الثالث من عملية الأمن الدائم حيث انطلقت العملية بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية وحدات مئة المرأة وقوات الأمن الداخلي بكافة أقسامه ومساندة مباشرة من التحالف الدولي على المدار اليومين الماضين تم تمشيط مساحات واسعة من رفع في مدينة الهون حيث تم اعتقال أكثر من 47 من عناصر الارهابية وقتل حديم وإصابة آخر في اجتباكات مع قواتنا المرحلة الثانية ما هي الاستراتيجية ما هي الآلية التي ستتبعونها الخطوات التي ستتبعونها في المرحلة الثانية اليوم في المرحلة الثانية في يوم الثالث تم تمشيط كامل بمحيط مدينة الهون والبدء بتمشيط المقيم وإصناع التمشيط تم العسور على نفقين طمن المقيم يستخدمان للاختباء وتخزين معادات وأسرع عسكرية وتم اعتقال عشر طناصر الارهابية مطبطة بداعش طيب كيف يعني عندما يتم القبض على هؤلاء الخلايا من تنظيم داعش كيف يتم التعامل معهم فيما بعد بعد الاستجواب يعني ما هي الأجراءات المتبعة معهم بعد الاستجواب بعد الاستجواب يتم وضعهم في السجون وتحويلهم إلى محاكم الدفاع للشعب ليتم محاكمتهم طيب سيادة العقيد ما الذي تختلف به هذه الحملة عن الحملات السابقة ما اللافت فيها ما المهم فيها أهمية هذه الحملة في هذا التوقيت أهمية الحملة تأتي في آخر فترة قيام العناسة الغرهابية بعمليات منظمة والتنظيم نفسها ضمن عمليات اغتيال عمليات قتل المواطنين أخذ الأموال جمع الأموال من العالم من أجل يعادة أسيس هيكلتهم من جديد ما هي أخطر المعلومات التي استطعتم استخراجها أو معرفتها من من تم القبض عليهم من خلايا تنظيم داعش أكثر معلومة لافتة من هؤلاء الخلايا أكثر معلومة لافتة في الفترة الأخيرة حيث لحظها تهريب لعوائل داعش ومحاولات لتهريب العناصر الرهابية من السجون وذلك بالتنسيق المباشر مع الميت التركي وأي تحديات واجهتموها خلال هذه الحملة بخلاف الحملات السابقة ما هي التحديات التي اليوم تواجهونها خلال هذه الحملة سيادة العقيد تحديات كثيرة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي ولكننا نتابع نتابع عمارنا وحيث يوجد تنسيق بيننا وبين جميع المواطنين من هذه المنحية والتحديات الكبيرة ذاتا هي المشاكل التي تواجهنا من العناصر الميت التركي المنتشرين كخلايا في المنطقة هل التحالف الدولي مشترك معكم في هذه العملية؟ أكيد التحالف الدولي مشرف ومشارك بشكل مباشر العملية وهناك مراحل أخرى في هذه العملية أم ستكتفون بالمرحلة الثانية أو لغاية معرفة نتائج المرحلة الثانية مثلا؟ ننتظر نتائج لا تستطيع تصدر في نهاية هذه العملية وعلى أساسية منتخاذ قرار في زيادة العملية على اللقاء أشكرك جزيل شكر على كل المعلومات والإضاحات من شمال وشرق سوريا العقيد عماد ماركو القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في مقاطعة الجزيرة شكرا جزيلا لك